بحث ولي والعهد السعودي الأمير محمد نسلمان الجمعة مع زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم تطورات الأزمة السياسية العراقية جاء ذلك خلال لقاء ما جمع بن سلمان والحكيم على هامش زيارة يجريها إلى المملكة إلى ذلك دعات البعثة الأممية في العراق إلى الحوار لتجاوز الأزمة مشددة في بيان نشرته بمناسبة إحياء الذكرى التاسع عشرة للهجوم على مقرها ببغداد على أن الخلفات الراهنة في العراق ليست عصية على الحل